كتر الكلام الايام الاخيرة عن القلالة المفاجئ للسيسي بطرح شركات الجيش في البورصة اه فيه اخبار متدولة كتير عن طرح وشيك لبعض شركات الجيش واللي ما كانش حد يعرف حاجة عن حجم استثمارات الجيش او رأس مال الشركات بتاعته لكن لما هيتم طرحها في البورصة لازم هتغضع لمبدأ بيسموه مبدأ الافصاح يعني تبقى ميزانيتها محددة قدام المشتري اللي هيشتري الأسهم بتاعتها ساعتها كل شيء هيبقى انكشف نوبان على رأيه استاذ عبد المنعمة بولي لكن زي ما بيقول الخبر في موقع المنصة اهو طرح وشيك لشركات الجيش في البورصة حلو جدا ايه بقى ايه مش عايزين نخش في تفاصيل انا ما بسدقش اهو ويغضع هيغضع لكي تطرح في البورصة يغضع سيتوجب عليها الخضوع المبدأ الافصاح وده شرط رئيس اللي تدول في البورصة ايه بقى هي الشركات أسماء الشركات اللي هتطرح تعالي نشوف كده اللي اتكلمت عنها شوف كده أسماء الشركات الشركة الوطنية للبترول الشركة الوطنية للإنتاج وتعبئة الميا صافي استيس تطلع على بدء إجراءات الحساس في البورصة بس هما شركتين يعني ثلاث شركات شركتين وطنية للبترول ايوة كده صح وشركة صافي بس كده طيب هما طبعا شركتين بس انا ما نعرفش شركات الجيش قد ايه إنما هم شركتين قدامك هم حلو قوي لكن لازم نسأل هي الحدية بترمي كاتاكيت ايه السر في قرار السيسي دلوقتي بترح الشركات دي لتعالجيش في البورصة هل ده بسبب شرط قرد صندوق النقد الجديد الأخبار المتدولة بتتكلم عن اشترات الصندوق تخفيف تدخل الجيش في النشاط الاقتصادي واللي لمح إليه واحد اسمه جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع السيئة إنه عربي من أسبوعين طب مش الموضوع ممكن يتسبب في استضامة السيسي مع الجيش السؤال الثاني هل جنرالات الجيش اللي فتحوا بقوهم وخلاصت سعره اللي كانوا بيقولوا ده عرق الجيش هل هيرضوا يبيوع الشركات وتقليل نفوزهم في الاقتصاد زي ما كنا قولنا من فترة فينانشل تايمز السيسي يواجه مأزق تحرير الاقتصاد من هيمنة الجيش اتسعره خلاص واحد إنت عودته على أن ينكوش على أكد تقرير نشرته صحيفة فينانشل تايمز الأمريكية أن مصر تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة يتمثل أحد أهم حلولها في إنهاء هيمنة المؤسسة العسكرية على مفاصل اقتصاد وهو الأمر الذي تراه الصحيفة صعبا واستحتمالات تمسك الجيش بمصالحه مقابل دعم السيسي ده الفينانشل تايمز مش محمد ناصر واللي نشر مين الفينانشل تايمز مش محمد ناصر حلو خليك على كده اثبت بقى الفينانشل تايمز اللي بتقول مش محمد ناصر إن السيسي أحد الحلول اللي ترحت له ضرورة تخلص من هيمنة الجيش على اقتصاد في الوقت اللي الجيش فيه تمسك بالحكة دي مقابل ان ندعمك تاني اقراها تاني اقراها تاني من فضلك والمرجع المصدر بتاعنا فينانشل تايمز اهو يتمثل يواجه اقتصاد مصر أزمة اقتصادية غير مسبوقة يتمثل أحد أهم حلولها في إنهاء هيمنة المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد وهو الأمر الذي تراه الصحيفة صعبا ليه وسط احتمالات تمسك الجيش بمصالعه مقابل دعم السيسي هل ممكن السيسي بقى يقدر يقف قدام جمهورية الجيش قدام جنرالات الجيش وينتزع منهم حتة من التورتة الكبيرة اللي هم مسيطرين على أغلبها يزيد صيغ الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط شكك في كده رسمي وقال إن السيسي عاجز عن الخطوة دي وعلى مسئولية يزيد صيغ الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط في أمريكا بيقول ثمت شكوك قوية بأن يتمكن السيسي من إزاحة المؤسسة العسكرية النافذة والمتخندقة والتي عطلت في أكتر من مناسبة استثمارات كبرى حتى من جانب الإمارات التي تعد من الحلفاء السياسيين الأقرب إلى السيسي الشهية العسكرية المتزايدة واضحة للعيان ويشمل ذلك الاستحواز بالإكراه على الأسهم أو العضوية في مجالس الإدارة في شركات مدنية ناشئة بالإضافة إلى ضلعهم منذ وقت طويل في المضاربات العقارية بفضل المعلومات الداخلية اللي هي عندهم يعني التي يحسن عليها بحكم سيطرة المؤسسة العسكرية رسميا على منح الترخيص يزيد صايغ الباحث الرئيسي في مركز كارنيجي للشرق الأوسط يعني الجيش تخندق في الاقتصاد طورت تكبيرة مسكها حتى ماردوش يسمحوا للإمارات اللي هي حليفة السيسي ووليد أمره ماردوش يسمحوا لهم أن يبقى لهم شركات معينة لا ده عرق الجيش بقى عرق الجيش اللي كان قد كده قبل السيسي بقى البلد كلها فلا معلش حتى الشركات المدنية تبقى اللي هي تصاير اللي لسه معمولة الجيش بيتمسك بوجوده في مجلس إدارتهم أو يشتري أسهمها في البرصة بالعافية هو اللي بيقول مش هنا الشهية العسكرية المتزيدة واضح العيان ويشمل ذلك الاستحواز بالإكراه على الأسهم أو العضوية في مجالس الإدارات في شركات مدنية ناشئة الموضوع يبدو إذا صدقت يزيد صاير وإذا صدقت الفاينانشل تايمز صعب على السيسي إزاي هيقدر يقنع قادة العسكريين وكبار لوقات الجيش إن حد ياخد منهم الفرخة اللي بتبيد لهم دهب مش بس بتبيد دهب لا ده بتبيد ألماظ ويقوت فاكريني اللي هو محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية وعدو المجلس الأعلى لقوات المسلحة لما سألوه بعد صورة يناير عن شركات الجيش واقتصاد القوات المسلحة قال بالنص ده عرق الجيش ومحدش هيقرب منه أهو في الشروع العسكري يرفض تحبيله أو الحكومة مسلية صعوبة الأوضاع ويلوم الشعب العسكري مشروعاتنا عرق وزارة الدفاع ولا نسمح للدولة بالتدخل فيه رسمي سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها العرق الذي أنه اطلع سطر أو انزل سطر عشان بتاع العرق يطلع اطلع سطر يا علي الذي ظلينا 30 سنة لن نتركه لأحد آخر يدمره ولن نسمح للغير أي أن كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة هدد نصر في إشارة ضمنية لدعواته طالب بإغضاع النشاط الاقتصادي للجيش لرقابة برلمانية كجزء من المال العام هذا جهد مخلص أمين وندفع درائب عنه ومن يتعرض لهذا الموضوع يتعرض للأمن القوم المصري معتبه أن هذا النشاط لا يخلق دولة داخل الدولة وإنما نوع من التفاعل مع مشكلات المجتمع الكلام ده كان إيه متى بقى 27 مارس 2012 محدش في اللقاعدين من المدنيين فتح بقه ودي واحدة من أسباب انقلاب الجيش على الرئيس مرسي يعني هناك أسباب إقليمية دفعت إلى عمل انقلاب على الرئيس مرسي وأسباب داخلية الأسباب الإقليمية اللي هي مصالح الإمارات إنها تسيطر على منطقة قناة السويس والبحر الأحمر اللي كان الرئيس مرسي عايز يعمل فيهم مشروعات لوجستية ويلغي جبل علي وطبعا إسرائيل كانت قلقانة من وجود رئيس إسلامي زي ده وشايفة متزمت السعودية ما كانتش عايزة نموذج الإخواني قرر تاني وكان خطر عليها على العرش السعودي ده الإقليمي إنما الداخلي انتوا عارفين الجماعة الناصريين اللي عندهم مشكلة مع الإخوان قديمة الجماعة الليبراليين اللي عايزين يقول بلبيس في الشوارع إلى آخير يعني من القصة دي لكن الأهم الجيش الجيش اللي شاف إن مرسي رئيس مدني خطر على عرق الجيش عرق الجيش اللي غرق البلد واكتشفنا مع الوقت إنه ده عرق المصريين وإن دي شركات المصريين اللي تأممت فيه غفلة من الزمن وبقى الكبير والصغير مش قادر يشتغل لو فكرين رجل أعمال نجيب صويرة ستكلم وشك أكتر من مرة من سيطرة الجيش على قطاعات مختلفة في الاقتصاد وإن الجيش مش مخلي فرصة للقطاع الخاص نسمع كده صوت وصورة نجيب صويرس بتكلم على تدخل الجيش في الاقتصاد رجال الأعمال وأنت منهم قادرون على المنافسة مع ما تسميه اقتصاد الجيش لا لأن الجيش عنده مميزات مش عند بقية الشركات يعني بعش جماليك ما بعش مرتبات لناس المجندين يعني ولا ضرائب ولا بياخد ترخيص ولا أي حاجة ففرصته في أنه يشتغل أسهل يعني المنافسة مش متوازنة لكن أنا كان لها رأي أن الجيش مهروض يركز في المخام الأول على المسائل الأمنية والحرب والإرهاب اللي بنشوفه وكده على الصناعات الحربية عشان ننتج سلاحنا من أرسينا ما نبقاش مهتمدين على الدول اللي برة على حماية البلد على كده وإن الاقتصاد ده يبقى ما يبقاش اقتصاد غير لهو مكمل اللي شغلهم يعني يعني لو عملوا استثمار في مصانع مثلا مدافع على الصاشف مصانع الطائرات طيب خلاص ابسط يا عم سويرة الشركات الجيش هتنزل بورصة والروس هتتساوى خلاص القانون هيبقى على الجميع صح كده ولا هالكواليس فيها حاجة تانية مصانع مش ضمن الناس دي هالكواليس فيها سريقات تانية ما نعرفش عنها حاجة أنا مش هافتي وما أعرفش وده موضوع فيه تخصص إنما الدكتور محمود وهبة قدم شرح مفصل عن موضوع طرح شركات الجيش في بورصة أكد فيه إن الطرح ده يعتبر نهب للمال العام وإن ريعه لن يعود على الشعب وإنما هيعود إلى جيوب الجنرالات الجيش أنا ما بفهمش في الحاجات دي وما أدعيش فيها تفضل هات محمود وهبة طرح شركات الجيش في البورصة إنها بست مرات لنفس الأصل كيف ينها بالجيش نفس الأصل ست مرات أولا الشركات دي مملكة للجيش لم يدفع لها الجيش ثمان وتم نقلاتها ملكيتها من الشعب بل بقرارات إدارية سواء لأصلها أو أراضيها وهذا هو النهب الأول طيب النهب الثاني ثانيا وإن كان هناك سمن دفع فلقد تم تنمية هذه الشركات على حساب الشعب فالعمالة وخاصة في محطة البنزين بتاعة وطنية من المجندين كانوا بيأخذوا مرتبات كام تلتمية خمسة وسبعين جنيه شهريا وما دفعوش عليها ضرايف زي ما أنا جيب سوي رس ولا جمارك وكان لها تأسيرات على القروض هذا هو النهب الثاني سالسا إذا بيعت هذه الشركات عن طريق البورصة أو الأمر المباشر فلن يورد تمنها إلى وزارة المالية ده كلام محمود وهبة مش أنا لتكون موردة للمزينية العامة ولكن سيدفع تمنها للجيش وهذا ونهب الثالث رابعا ستطرح هذه الشركات بالبورصة ويتم تسمينها بالبورصة المصرية والبورصة الآن في أسوأ أحوالها وهي أيضا غير سائلة بمعنى أن أسعار الأسهم يحددها كارتل بين عدة مشتريين أو عدة بائعين وسيحددون هم الأسعار للأسهم وهذا ونهب الرابع النهب الخامس الشركة تباع وتشترى بناء على إرادتها وليس سعر أسهمها ومن المعروف أن في فجوة في تقييم الشركات المصرية بإرادها وتقييمها بأسعار أسهمها ده النهب الخامس آخر نهب أو النهب ده سادسا يمكن لأي جنرال ملياردير أو عدة مليارديرات من الجنرالات شراء أسهم الشركة كلها من البورصة ويمكن مشاركة مع الصناديق السيادية الخليجية التي أبدت رغبتها في الشراء ولو استخدم الإراد من تمن بيعها هذا هو النهب السادس وحدة الميزانية هي الحال للجميع ده كلام الأستاذ إحنا لخصنا لكم بقى في الجراف ده رأي الدكتور محمود وعبة في النهب ست مرات لشركات الجيش هو اللي قال كده على ما السؤولية والشخصية إنها بالأول الجيش ما دفعش تمن الشركات دي لكن كانت ملك الشعب وتم نقلها من ملكيتها من الشعب بقرارات إدارية إنها بالتاني الشركة دي تنمت على حساب الشعب لأن العمالة كانت من مجندين والمجندين دول ما تعمل لهمش تأمين صح الشركات ما دفعتش درائب ما دفعتش جمارك وآخرت قروض ميسرة ما هو أنت العسكري اللي وقف في بنزينة وطنية ده ما تفعله تأمين صحي ما حصلش العسكري ده بياخد مرتب محترم لا تب بياخد نبقشيش برضو لا تب معموله أي حاجة للدرائب لا هو عسكري في الجيش بياخد 375 جنيه انزلوه في بنزينة وطنية يحمد ربنا انه واقف على الأسفلت طيب النعب الثالث هو تمن بيع هذه الشركات لن يورد لوزارة المالية ولكن للجيش ده اللي بيقوله محمود واحد مش أنا النعب الرابع البورسة الآن أسوأ أحوالها وبيسيطر عليها عدة مشترين هيحددهم هما سعر الأسوأ النعب الخامس الشركات دي هتباع وفقاً لإراداتها مش لسعر السهل وفيه فجوة في تقييم الشركات النعب الأخير يقدر أي 3, 4, 5, 6 لوقات جيش اتملوا واغتنوا وبقى أم ملياردرات يقدروا يخشوا بورصة يشتروا قسم الشركة اللي تباع بتاعتهم ويشاركوا كمان سنة دي سيادية خالجية وننعب السلس ده كلامه اللي عايز يكذبه يكذبه اللي فاهم في الموضوع يكذبه